موسيقى نحن اليوم في لقاء وطني مع المجلس الوطني رحفوق الإنسان بالرباط اللي كان نرسو فيه الوضعية ديال الأطفال ضحايا الزنزال في منطقات ديال إقليم تارودانت والحوز وخصوصا الأقاليم هذه اللي كانت تأثرت بشكل كبير ونحن اليوم في وقفة من أجل نشوف الوضعية في نوصلات خصوصا أننا منذ الوهلة الأولى كانت المجتمع المدني ومؤسسة أمان بالشركة المحلية والسلطات المحلية نقدمنا خدمات اللي كانت مستعجلة اللي كانت فيها أغطية ملابس مواد غذائية خيام لكن بعد مرور الأسابيع أصبحت الحاجيات اللي اختلفت طرينا حولنا الخدمات لدينا لهذه الفئة خصوصا فيما هو نفسي لأن اليوم اللي واضح الاحتياج الكبير إضافة طبيعة الحال الإعمار السكان والبناء التحتية فهناك جانب اللي ونفسي اللي متأثروا به للنساء والأطفال فالأطفال اليوم عاد بانت الآطار ديال ما هو نفسي وكان يجيونا بعض التبليغات من المنطقة الساكنة للأطفال اللي مكين عسوش الأطفال اللي عندهم مشاكل نجمج مع الوسط المدراسي الأطفال اللي كيبقى دائما منطوي ومنعزل وقليل كلام فهذه كلها علامات كتبين بأن هناك أعطار كبير ديال هذا الزلزال في نفسية ديال الأطفال هنا نداء الجامع الفاعلين على أساس أنه يعود يرقزوا أكثر فهذه النقطة هذه لأنها مهمة جدا كاليثة ديال الزلزال ديال الحوز كنا قمنا بزيال في الأول كنا درنا 14 وراشات اللي مشاو فيها أفريشا مشاو فيها أغطية مشاو أدوات مدراسية مشاو بزيال 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 ديال دي فوق درنا لهم دي فوق اللي فيهم في منطقة سكساوا دي فوق اللي في طيبوا بهم وفي نفس الوقت شو ميني شوفاش كي سخنهم كانوا فرحوا بزيال كلها ضار في الثلاثة ديال الدواوير كلها كلها كان جاها هاد الوفوق زي الكويت كانوا بزيال حاجات الديناء كان الديناء ديكلون جبناهم من الإسبان باش داروا دي تخوك ترفيهين اللوليدات كانوا فرحوا اللوليدات وفرحوا حتى الأباء ووجه الدواوات كانت واحد الحفلة عندهم في دوك الدواوير كان كل شي فرح بدقوا خما فهمهم شنوتي يقولوا لكن كانت واحد فرحة كبيرة أبقى جدرنا تخوى مودولات في الدواوير بثلاثة وكان ديروا ديت واليت نحن محبسناش باقين غادين معهم بيانسور ودابا كان ديروا مع شركة مع الأكاديمية ديال الشيشاواء كان ديروا معهم باش نبنيوا مدراسة ابتدائية في كل سميتو مثل بنيو الخدام بنيو الأستاد و الأستادة باش كونوا في الراحة يكون عندو بيت ديالو باش ماشي ما يقدرش إلى جخص ويعطي لدوك اللوليدات لذلك الحواج لم يقوموا بأنه مدراسة لذلك حاننا نحن باقي على استمرار وهذا كنت ترجع الفضل للرئيسة الجمعية الأستادة فاطمة تسويكت لا تقلقوا بشكل جيد ولكننا نحاولنا لا نحن نحاولهم ولكننا نحاولهم ونرى كيف يفرحوا يتبعون بشكل جيد نحن نحن نقوم نجيبوهم نحواج اللي تيرفوهم وفرحوهم ومتابعين تدراسة ديالوهم